اشتركوا في القناة والمدارس الفلسطينية في الخارج بعد أن أنهت فرق العمل مهامها بتفان وإخلاص وتتويجا لجهد كبير بذله طلبتنا ومعلمونا وأسرتنا التربوية الكريمة على مدار العام تؤكد وزارة التربو والتعليم حرصها كعادتها على توفير وتوحيد العوامل التعليمية وفق أقصى إمكانياتها ولجميع الطلبة فهي تراعي الخصوصية الدينية والصحية التوفر المواءمات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة وتنظم الامتحان للأسرة داخل معتقلات الاحتلال وتفتح القاعات للطلب المرضى في المستشفيات وفق إجراءة ناظمة الامتحان لقد اتخذت الوزارة هذا العام عددا من الكرارات الضرورية اللازمة للحفاظ على مكانة الامتحان ومصداقيته ومنثوقيته كتلك التي تتعلق بطبيعة الأسل وغيرها من الأمور بما يحافظ على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص ومرعاة الفروق الفردية والقدرات المختلفة لدى الطلبة إضافة إلى إجراءة نقائية أخرى كان هدفها الحفاظ على وحدة الامتحان في الوطن بكافة محافظاته وفي عاصمتنا الأبدية الكدس الشريف التي يحاول الاحتلال عبثاً فرض أمر واقع فيها بإحلال منهجه الاحتلالي على حساب المنهاج الوطني الفلسطيني ودفعنا إلى إخراج الامتحان من المدينة المقدسة لتأكيد سيادته الزائفة على التعليم ومرة أخرى باسم الأستاذ دكتور مروان عورتاني رأى عمليات التطوير وبضمنها تطوير منظومة الثانوية العامة بخطة واثقة ورؤى تستشرف المستقبل وصولاً إلى خارطة طريق عملية تعزز جودة النظام ومخرجاته والتي ستنطلق في العام الدراسي القادم يسعدنا اليوم ومعلان النتائج تقديم التحية لمؤسستي الرئاسة والحكومة على متابعة الامتحان كما في كل عام ولا يفتون تقديم الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية والشراطية وهي فرصة أيضاً لشكر كل من أسهم في إنجاح هذا الامتحان الوطني المحافظين والصحة وهيئات المجتمع المحلي ومؤسسته ومديريات التربية والتعليم ولجنة الامتحانات العامة وتواقم الامتحان من مديرين مدارس والمعالمين والمشرفين والإداريين والفنيين الذين وصلوا الليلة بالنهار وعملوا بلا كلل أو ملل حتى أيام العطل الرسمية وعطلة عيد الأضحى المبارك في سبيل الوصول إلى هذا الإنجاز دون أخطاء أبناءنا الطلبة اليوم هو يوم الكطاف ونحن إذ نبارك لكم النجاح فإننا نهدي هذا النجاح باسمكم جميعاً لأرواح شهدائنا الأبرار الأكرم منا جميعاً ونخص بالذكر من استعدوا لتأدية الامتحان وفرقونا سواء قبل بدء الامتحان أو خلاله أو بعد الامتهاء منه من طلبة الثانوية العامة وهم الشهيد كامل عبد الله كامل علوني والشهيد معطس محمد طالع عطلة والشهيد حنان محمود عبد الرؤوف اختور ولأسران البواسل عنوان الصمود ولجرحان الصابرين ولأهلنا الصامدين المرابطين في الكدسي وفي كل مكان طلبتنا العزاء نبارك لكم أولاً ولذويكم ولومدارسكم نبارك لكم جدكم واجتهادكم وندعو لكم بمستقبل زاهر ولأبنائنا الذين لم يستكملوا كل الأمنيات بالتوفيق في الدورة الثانية القريبة في الثامن من الشهر القادم والآن نعلن نتائج على نحو الآتي بلغ عدد المتقدمين الامتحان في الفروع كافة 85302 مشترك ومشتركة نجح منهم 58107 مشترك ومشتركة وبنسبة عامه بلغت 68.12% موزعين على كافة الفروع أما العشر أوائل في الفروع المختلفة على مستوى الوطن فهم أولاً الفرع العلمي بمعدل 99.7 حصلت طلبة تالية أسمائهم على الأول مكرر وهم أربعة أنس نبيل الحرزان 99.7 طبعاً شرق غزي جمال عبد الناصر الثانوية حلاء عبد الله نمر زيد الكيلاني جينين يبناتي عبد الثانوية زيد عبد الحميد حسن عواودي جنوب الخليل ذكور الشهيد أو جهاد مروى محمد عبد الحميد عيسى رفح شهداء رفاح الثانوية للبنات كما حصلت طلبة تالية أسمائهم على الخامس مكرر للفرع العلمي بمعدل 99.6 أنيس محمد ياسين نابلس ذكور عصيرة الشمالية للبنين أيهم كمال مخامري يطى ذكور يطى ثانوية بيان صلاح حسن إشحادي غرب غزة عرفات المهوبين الثانوية بنات حسام سعيد سكر الوسطى الشهيد إبراهيم المقادمة الثانوية رغد عدنان محمد أبو عامر شرق خان يونس الخنساء الثانوية رنى عبدالقادر أبو زيد رمالله والبيري ذكور خربثة بني حارث سيف الدين بلال أحمد عليان الكدس ذكور الإيمان الثانوية عبدالرحيم علي نصر جنوب الخليل ذكور ماجد أبو شرار عمر أكرم موسى البص جنوب الخليل ذكور السموع الثانوية محمد أحمد الكديري رفح أحمد ياسين الثانوية البنات محمد سمير منصور غانم طول كرم ذكور الفاضلية الثانوية ميار ناهد علي اللحام الوسطى شهداء دير البلح الثانوية البنات ياسمين أيمن درويش أحمد نابلس العائشية الثانوية للبنات أما الفرع الأدبي الأول على الفرع الأدبي محمد خليل حسين عرفات تسعة وتسعين ستة في العشرة شرق غزة دراسة خاصة حصلت طلبة تالية اسمهم على المركز الثاني مكرر الفرع الأدبي بمعدل تسعة وتسعين أربعة بالعشرة آية محمد بعلوشي غرب غزة الهند الثانوية البنات حسيبة مصبح عيس عواودي رام الله البيري بنات دير دبوان الثانوية سجى محمد سعيد عبد العزيز شمال غزة الفالوجة الثانوية فرح علي عبد الهادي الوسطى العروبة الثانوية للبنات يمنى أحمد عبد العصار الوسطى ممدوح صيدم الثانوية للبنات كما حصلت طلبة تالية اسمهم في الفرع الأدبي على السابع مكرر بمعدل تسعة وتسعين أثلاث بالعشرة إخلاص حكمة أحمد عشور شمال غزة الفالوجة الثانوية إسراء بسام حرب عبدين رفح عباس محمود العقاد الثانوية آية أحمد سالم داود شرق غزة الشجاعية الثانوية ألف بستان محمد صالح العصار الوسطى شهداء دير البلح الثانوية بيسان عمار أسعد حواري قلقي ليفات مصر الثانوية رغد لؤي محمد ملحيس نابلس صلاعي الأمل الثانوية شهد إبراهيم محمد صبيحي رفح الكدس الثانوية البنات شهد موسى عبد الوسطى خولة بنت الأزور الثانوية شيماء نبيل محمد حسين الحاج مصباح أبو حينكة الثانوية البنات ضحى محمد أحمد داغر بير زيت بنات مزارع النوباني وعرور الثانوية عبد الرحمن زهير حماد الجواجري شمال غزة أحمد الشكيري الثانوية ملك منير عبد الجبار عمير طول كريم بنات بلع الثانوية نور رائد محمود فواخري قباطية بنات جبع الثانوية فرع الرياضة والأعمال نغم عمار إبراهيم النجار تسعة وتسعين واحد عشر الأولى غرب غزة بلقيس اليمن الثانوية البنات رشا مصدق محمد براهمي أيضا ثاني تسعة وتسعين قباطية بنات سيلة الظهر سديل إبراهيم سليم جلادة الثاني مكرر تسعة وتسعين طول كريم بنات جمع عبد الناصر فرح أحمد زهران الثاني مكرر تسعة وتسعين غرب غزة بلقيس اليمن الثانوية البنات رؤى جمال مصطفى وهدان الخامس طبعا ثمانية وتسعين وتسعة طوباس بنات طوباس الثانوية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة